وفي ملف الخدمات التي يضمنها الاستقرار يتسبب تلك العمل بتأهل الطريق الرئيسي في بيجي بعبء إضافي على حركة المواطنين ليس من صعوبة السير فقط بل لتزايد أعداد الحوادث بين سالكياء الطريق من أبناء بيجي والوافدين من باقي الأقضية والمحافظات ويسجل هذا الممر الحيوي عشرات الحوادث شهريا وموت أبرياء دفعوا أرواحهم ضريبة الإهمال وعدم المراقبة والمحاسبة الحقيقيتين للجهات المسؤولة عن تعطيل وأرباك حركة المواطنين اليومية المسافرين والشاحنات الكبيرة وأثر على اقتصاد المحافظة بشكل عام معاناة الشارع الرئيسي لقضاء بيجي طبعا هالشارع ما نعبره إذا ما نقرأ المعاوذات أكثر من عشرين حادث شهريا بهذا الشارع أرواح تزهق ناس تخسر أموالها وسياراتها وأرواحها بسبب هذا الشارع يعني قبل يوما حادث المواطنين من محافظة نينوة أدى الحادث إلى وفاة شخص وجرح البقية يعني سبب هذا الشارع التلقؤ اللي فيه وأكو عندنا لوحة ورانا تقرأ ميتين وهدعش يوم أي سبعة شهر سبعة شهر على أساس يكمل هذا الشارع واليوم تحديدا صار له هذا المشروع ثلاث سنوات وثمانية وعشرين يوم فبهاي الثلاث سنوات ما قدرت الحكومة أنه تبلغ شارع سبعة كيلو هس تشوفون الرونج سايد ذهاب وأياب وحوادث مستمرة وحوادث يعني بالجملة بالجملة أرواح تزهق لا الحكومة المحلية حركت ساكن ولا الحكومة المركزية حركت ساكن نتأمل من دولة رئيس الوزراء محمد الشاع السوداني أن يزور هذه المدينة المنكوبة ويطلع على المشاريع اللي بيها والمشاريع المتلكة اللي بيها يعني هاي رواح الناس وشنو ذنب الناس اللي يجي يوميا نشيل جثة جثتين من هذا الشارع وإلى متى شارع بيتلكء كبير ثلاث سنوات وثمانية وعشرين يوم ويوميا العمل استمر العمل توقف ولحد الآن عمل خجول جدا نتمنى أنه تكون هناك زيارات القضاء بيجي من المسؤولين ووقفة جادة حتى تنتهي هذه المعاناة ونشوف شوارع أجمل هذه المدينة المنكوبة أولا في البداية نشكر منبر المواطنين في محافظة صلاح الدين هذه القناة التي تتابع المشاريع المتلكة التي لم تنجز في هذا القضاء نهائيا قضية الشارع العامة التي أصبحت قضية تعجيزية لا حلولة لها منذ العودة إلى قضاء بيجي ولغاية هذا اليوم منذ عام 2017 وبدأت عملية الإعمار وكل فترة انتخابات يطلق المسؤولين حملة إعمار حملة عادة تأهيل القضاء قضاء بيجي قضاء منكوب بقرار نيابي لحد الآن لم يتم إعمار هذا الشارع الشارع العام هو هوية قضاء بيجي وهذه الهوية مدمرة مشوهة الملامح بدأنا نخجل من سلوك هذا الطريق أمام زوار المحافظة طريق يربط بين محافظة بغداد ودول الجوار وبين المحافظات الشمالية طريق متلك البيجي مدمرة بالكامل الشارع العام مدمر جسر الفتحة مدمر الدوائر الخدمية مدمرة نعم هناك مرحلة مرت في إعمار القضاء ولكن مرحلة خجولة لا ترتقي إلى مستوى إلى مستوى إعمار القضاء ومستوى الضرر الذي لحق في القضاء لا نطالب أحد أنا عن نفسي لا أطالب أحد لأن الشارع العام ليس قضية مخفية عن أنظار الجميع كل إنسان صاحب ضمير حي كل مسؤول كل ناشط كل شيخ عشيرة كل رجل دين يجب أن يتناول وينقد نقد بناء هذا التلكع وسرقة المال العام والتلاعب بأرواح العالم يومية تصبح قضاء بيجي على حوادث سير مؤلمة لا حلولة لها قاطع المرور في بيجي لم يعد بإمكانه أن يسيطر على هذه الحوادث بسبب سوء الطريق وزخم الطريق وزخم السيارات في هذه المنطقة أطالب أنا عن نفسي أطالب القضاء العراقي فقط أن يجد حل في محاسبة المتلكيين وسراق المال العام أن وجدوا حتى لا يكون استهداف عن طريق القنوات أما قضية الشارع فإلى الله المشتكه القضاء العراقي هو الوحيد هيئة النزاحة هي الوحيدة كلنا أمل أن يكون القضاء هو الحل الوحيد في أنصاف هالي قضاء بيجي ترجمة نانسي قنقر